ينضم إلينا مباشرة من البصرة المحلل السياسي عباس الجوراني سيد عباس أهلا بك معنا في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم يعني برأيك ما هي أبرز الأسباب المؤدية إلى السمرار حوادث القتل والاغتيالات التي تطال المدنيين والنشطين المدنيين في المحافظة وما هي أبرز الطرق لإيقاف هذه الحوادث برأيك أهلا وسهلا بكي وبكل مشاهدي قناة الحر الكرام سيدتي هناك مسعى يبدو أنه ممنهج لإشاعة أجواء الرعب في المدينة هذا المسعى يؤكس يوميا ويتجلى في استهداف ليس الناشطين المدنيين وإنما حتى الناس العزل والنساء وشباب حتى من خارج محافظة البصرة فضلا عن التركيز على الناشطين المدنيين وهذا في مرد حقيقة الأمر وطالما كررنا أنه طالما هناك سلاح خارج سيطرة الدولة ستستمر هذه الحوادث وستستمر إشاعة الرعب نعم هناك سلاح بيد العشائر وهناك سلاح منفلت بيد التيارات والأعزاب حتى أقوى في بعض الأحيان من سلاح الدولة هذا من شأن أن يكسر هيبة الدولة ما هي الجهات سيد عباس المستفيدة من إثارة اللغة والرعب في المحافظة؟ بالتأكيد هي جهات في كل الأحوال لا يهمها هي جهات غير عراقية وإن كانت عراقية لا يهمها مصلحة شعبها ولا يهمها إشاعة الاستقرار بالمدينة أو في عموم البلد هذه الجهات تتغذى على العزمات وتعيش على الحروب وإراقة الدماء يعني هذه الجهات فعلا وإلا لماذا يستمر مسلسل القتل ويستمر انتهاك حريات وحقوق الناس طيب الموقف الحكومي والموقف الأمني من هذا الموضوع سيد عباس يعني مثل جريمة اليوم حدثت أمام أنظار عناصر من الشرطة بالقرب أيضا من مقر لقوات التدخل السريع وهذه الجرائم بحسب الحكومة المحلية للبصرة أنها تحدث حتى بدون خوف يعني تحدث بسيارات حتى أنها غير مظللة بالقرب من أماكن أمنية حساسة لا يوجد حتى خوف لا يوجد رادة وهذا المثير في الأمر وأحيانا والأنكى من ذلك أنه نجد أحيانا جهات أمنية تصرح بأن المسألة هي ليست سياسية أو هي مسألة جنائية وكأن مسألة أخذ الحقوق من الناس كل من يجعل من نفسه هو القاضي وهو الجلاد بنفس الوقت وهو الضحية ويقتص من من يريد كيفما شاء وكأن القضاء هو غير مختص في القضايا الجنائية وهذا بالحقيقة يعني نمعا فشل وقصور في أداء الأجهزة الأمنية اللي شفنا حقيقة أداءها مرتبك يعني أنتم تقريركم أشار إلى استدعاءات لناشطين مدنيين يعني لو المتابعين لم يلاحظوا نفس هذه الهمة والحمية في كتم الاستدعاء للناشطين الآن سيد عباس يعني اعتقالات ظهرت بحق الكثير من المتظاهرين والناشطين المدنيين من قبل جهات قضائية ترى هل هناك أدلة حقيقية واقعية على أرض الواقع ملموسة يعني تدل وتبرهن على أن هؤلاء الذين صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض واعتقالات لهم يد مثلا بحرق مقرات معينة أو يعني ارتكاب جراء معينة في التظاهرات التي حدثت بصراحة هناك حلقة مفقودة من الثقة ما بين الجمهور ما بين المواطن ما بين المتظاهرين والناشطين وبين الجهات التي تستدعيهم سواء كانت جهات تنفيذية أو جهات قضائية نحن طوال فترة التظاهر أعتقل كثير من الناشطين لم يسمحوا حتى لأهلهم بالاطلاع على أوضاعهم أو لم يسمحوا لمحاميين يتم توكيلهم للدفاع عن قضاياهم إلا مؤخرا هذا الشيء هو الذي يشيع أجواء الخوف وأجواء عدم الثقة ما بين المواطن العادي وما بين الجهات المسؤولة ولهذا نشوف هذه الثقة عكس على عدم تسليم الناس لأنفسهم لأنه حقيقة لا نستطيع أن نضمن سلامة هل يعود بأنه قد يكون هناك ضغوط مثلا على الجهات القضائية من قبل أحزاب سياسية أو حتى جهات مثلا إقليمية بالتأكيد القاضي بالنتيجة أيضا هو مواطن أعزل لا يحتمي ولا يتمترش إلا بالقانون لكن هذا القانون ضعيف ويستطيع الجنات من الوصول إلى القضاة وكثيرا ما شهدنا تهديدا للقضاة فبدون تقوية القانون بدون دعم القضاء بدون سحب السلاح من الشارع ومن المواطنين لا يمكن الركون إلى خلق بيئة آمنة سيدتي حتى تبريرات الحكومة أن يسمح لكل مواطن بحمل سلاح خفيف عليك أن تتصوري هذا الكلازينكوف الذي يعتبر سلاح خفيف بضغط واحدة يرمي 30 إطلاقه فكيف يمكن اعتباره سلاح خفيف والتهاون والتسائل في جنية لدى أي مواطن هناك انفلات أمني ما الذي يجب أن تتخذوا الحكومة الآن في دقيقة واحدة والله استبشرنا خيرا بمجيء قاعد عمليات جديد وترك تليفون الاتصال بي لا بديل عن فرض سلطة القانون لا بديل عن ضبط أمور الشارع والناس بقوات أمنية مهنية يكون الجميع أمامها متساوون إذا أبقى بهذا الشيوع السلاء وبهذا الانتشار وبدون قوة القانون وبدون ملاحقة القتل الذي يقتلون بوضح النهار ستتمر الأوضاع على ما هي عليهم على الأسف نعم شكرا لك كنت معنا مباشرة من البصر الخبير الأمني السيد عباس الجوراني شكرا جزيلا لك